لش هيك عملت يا رفتي تتذكر يا قدان وقت كنا صغار وكانوا يتقاتلوا معي رفقاتي او وقت يفكروا انه يقزوني بوقتها انت كنتي تتوقفي معي وتحل الموضوع بابتسامة انت بتعرفي كتير منيح اني ما بقدر شوفك متضايقة لش هيك عملتي؟ انت بتعرفي شو هي حقيقت ولا بعرف صدقيني انا ما بوسق فيه بالمرة قدان انت ما خلتيني خلص حكي انت صح كنتي عطول تتوقفي معي بس وقت كنت بحاجتك اكتر شي ما كنتي معي انت ما كنتي معي ابدا ما حدا كان معي انا كنت لوحدي اختي من بعد ما مات انجاد لك انا مو بس كنت زعلاني انا كنت كتير موجوحة والشي اللي صار بوقتها انه بارف دخل على حياتي وخلاني انسى الحزن وارجع ابتسام ساعدتي هي اني كون مع بارف معقول ما عم تقدر تفرحيلي خلص انت شو صاير لك ليش معنك عم تقدري تشوفي شو هي حقيقة ولا بارف لش ما عم تفهمي انه هالشخص هالشخص عم يستغل طيبة قلبك لش ما عم تستوعبي انه بارف هو يلي حاول يدمرنا ويقتل عيلتنا انتي بتحبي وانا واثقة انه حبك هو اللي عميكي عن الحقيقة كرهك يا اختي هو اللي عميكي عن الحقيقة تبعه وانا ما رح غير وجهة نظري اتجاهه لو شو ما صار يعرفتي حتى ولو شو ما عملتي انا ما رح ارضى برجال خبيث وشرير مثل زوجك هي الصورة من شوي كانت مشقوقة صح هي كانت مشقوقة بس قدرنا نرجعها متل ما كانت انا متأكدة هلأ او بعدين رح تقدري تشوفي الحقيقة ورح تعرفي كمان انه بعرف تغير هلأ انا كيف بدي اقنعك يا ريفتي انه رجال متل بارف ومستحيل يتغير بس لا انا رح اعرف شو هو الشي اللي عم يخبيه عني اكشاط له وشو ما كلفني رح اعرف ليش هيك عم بصير ومين المسؤول عنه وما رح اسمح لحدا انه يدمر حياتك شكرا